كيف ممكن نسقط الحالة اللي صارت في هذا النصر على الحالة اللي موجودة الآن؟ تفهمتيني، تفهمتين، أنا عايزة أكثر من بعض أمنياتي يعني ما كان هناك إمكانيات وقدرات وتطور تقني كبير وحققت النصر مصر والدول العربية طيب في هذا التطور التكنولوجي والمقدرة الاقتصادية لكثير من الدول العربية كيف ممكن نسقط هذه الحالة؟ أعطينا بصيص من الأمل سعادة اللي هو هو الدعم العربي أو التوحد والتكافر العربي ليس عسكري فقط طبعا لكن هو اقتصادي وشعبي وحاجات كتير يعني مثلا سلاح البترول في الحرب استخدم بشكل رائع بشكل رائع إيقاف البترول عن الأمريكان يعني الناس اللي اعتمدوا على التدفئة في شهر نوفمبر وديسمبر كانوا مش لقين تدفئة لمجرد أن البترول العربي توقف توقف يعني ده وسائل وسائل ضغط وسائل ضغط يعني إحنا لما نيجي بنتكلم بنقول إيه؟ يعني دايما نقول القوة الشاملة للدولة القوة الشاملة للدولة فيها عنصرين كبار وجوان فرعيات الجنس الرئيس الأول نقول القوة الصلبة والقوة النعمة القوة الصلبة عسكرية واقتصادية القوة النعمة إعلام حاجات كتير حالة نفسية مرات كمان حالة نفسية كل العناصر دي لو حقيقي استطاعتي أن تستخدميها مجتمعة فانت قوتك الشاملة بتعظميها طبعا بتعظميها وتقدري التناغم ده يكون تأثيره كبير جدا الجزء اللي استخدم نتيجة اللي احنا اتفقنا عليه في الدايرة الصغيرة دي جابها جين نتيجة مبال حياتك لو بتستخدميه في إطار من التقدم العلمي والوسائل وإلى أفرح خصوصا أنه ما عددتش حرب الجيوش هي الحرب الوحيدة الحرب الآن كما نراها في العالم تنوعة أسالبها يعني أنا ممكن حربك وانت في مكانك وانا في مكاني وأقدر حربك وأقدر أقصر حاجات كتير يعني حروب اقتصادية والحروب النفسية والدخول على أشياء كثيرة يعني الحقيقة ما بقيتش فقط مواجهة الجيوش هي الحل الوحيد للأسف يعني هذا ما يطلق عليه الجيل الرابع أو الجيل الخامس من الحروب يعني هل الجيل الرابع حسب تطور نوع السلاح من النبلة إلى البندقية إلى المدفع إلى الهي تكنولوجي ولا الأساليب الأساليب زي حكما تفضلت بالمثال أنا ممكن أهزم العدو قبل أن أطلق الطلقة لأن أنت بتتعامل معه نفسيا وشائعات وتقليل الثقة التشكك في القيادة ده كل دي عناصر أنا عايزة برضو أعرف أنه أكتوبر مازال يعني كل فترة بنسمى عن أنه هناك وسائق يتم الإفراج عنها وهناك وسائق نرى النور ما هي الوسائق اللي حنشاهدها في هذا الاحتفال أو ستخرج إلى النور؟ حاضر مصر عندها لجنة وسائق شكلت من سنة بواسطة القيادة السياسية العليا لما سمحت بالإفراج عن وسائق الحرب بعد خمسين سنة الإفراج عن وسائق الحرب مدارس خمسين سنة أربعين سنة لكن جرت العادة أنه مش أقل من ثلاثين سنة ده عرف مش قانون يعني مصر سمحت بعد الخمسين سنة الرئيس سيسي أن تشك اللجنة وتبحث الوسائق ليه شرف أن أنا عضو هذه اللجنة وعندنا آلاف الوسائق يعني عشرات يعني آلاف الوسائق وإحنا نفخر يعني واحد زميلي من اللجنة اللي هو بخيط قال كلمة عجبتني جدا قال أتحدى نحن نتحدى إسرائيل أن يكون عندها وثيقة زي دي ورفع وثيقة مكتوبة بخط اليد متصورة مكتوبة بخط اليد لأن الوثيقة اللي مكتوبة بخط اليد وثيقة حقيقية صدرت في الوقت الحقيقي في مكان مركز القادة وحفظت كما هي لكن الريبورت أو الحاجات التقارير اللي حتيجي فيما بعد كتبت بشكل أخر إسرائيل لم تفرج عن وثيقة واحدة مكتوبة بخط اليد لكن اللي كتب ده يعني ده يعني ده إعلام معلب يعني متجهز عشان أبعثه لكن الفكرة قوة الوثيقة المصرية إنها وثيقة في نفس المكان حقيقية حقيقية يعني زميل الفاضل اللي هو سامير الفرج جزء كبير من الوثيقة ده هو اللي كتبه لأنه كان مسؤول عن مركز العمليات إيه اللي بيتكتب في الوثيقة يا فندر؟ دي أمثله الوثيقة كلمة وثيقة تعني ورقة سي دي خريطة كل ما هو ممكن فيلم لا أنا أقصد على المحتوى اللي موجود آه المحتوى المحتوى الأكشن اللي حصل وقتها قد يكون محادثة تلفونية قد يكون أمر قيادة قد يكون تقدير موقف قد يكون وهكذا لكن في النهاية ما صدر ده من البشر سجل سجل على ورقة على سيدي ده يتعامل عنه أفلام ومسلسلات وحفظ وحفظ إحنا اللجنة بتاعتنا شغلتنا إن إحنا نطلع على الوثائق نصنفها ليه؟ إحنا عاودين في الآخر لما نيجي نفرج عن وثائق نلاقي المستمع أو العادي الرجل الشارع العادي يقدر يستوعبها هي لأنها قد تكون الوثيقة صعبة لأنها جافة هي ورقة مكتوبة عليها حاجة معانة حد حياتك من أشهر الوثائق اللي عندنا مثلا وثيقة إغلاق باب المندب إغلاق باب المندب ده عمل عسكري استراتيجي من الدرجة الأولى إزاي تغلق مدخل بحر على مسافة 3000 كيلو أو على الأقل 2500 كيلو من الجبهة وتخلي الطرف الآخر لا يستطيع أن ينفذ منه ذهابا أو عودة ومش كده وبس مش كده وبس الباب ده لأن الموضوع أصلا فيه تخطيط كبير الباب ده اللي أغلق ده حتيجي منه البترول اللي رايح إسرائيل جاي من إيران جاي من إيران هيعدي من المنطقة ده بيعدي مش كل يوم بيعدي كونفويات في أوقات معينة فالكونفوي اللي جاي ده لما يعدي ويروح إسرائيل إسرائيل عملة تاخد البترول ده ما يكفي احتياجتها ضبل واحد تستخدمه واحد تعمله ريفايناري وتبيعه فلما حيك تجي في الوقت ده وتقفلي والكونفوي عليه الضور ييجي قفلتي هنا حاولي حكي أتفعل إزاي ولما ألافك ده كانت فيه مشكلة كبيرة جدا لأن فضل الباب ده مغلق أكتر من أربع أشهر حتى أخيالي أربع أشهر ما فيش بنزين في دبابة ما فيش سولر لدبابة وبالتالي كان فيه مشكلة في تحارب كل قوات الإسرائيلية لأن لو استمر الموضوع أكتر ده كان تخطيط عظيم تخطيط عظيم التخطيط ده مجاش من فراغ حضر ده ضمن الخداع الاستراتيجي إن الخطة بدأت إزاي لما نيجي نقفل الحتة دي نقفلها إزاي إعنى كانت قناة السويس مغلقة الأسطول بتاعنا جزء في البحر المتوسط جزء في البحر الأحمر اللي فقى بقى حمر في سفاجة هو ده اللي يتحرك ده الأقرب لأن فيه بعض الناس المكتهدين يتكلموا قالوا إن الأسطول البحر المتوسط مشي وراح جاب الطارق ولف حول أفريقيا وجي باب المندب لم يحدث الجزء اللي هفل باب المندب جاي من سفاجة من البحر الأحمر كمل وراح لأن موجود الإمكانيات أغلق المكان ده أغلق أنا أول ملحق عسكري المصر في اليمن فأنا بكلمك حكي على منطقة أنا دست فيها وقفت فيها وتفرجت عليها وصورتها وكتبت عنها يعني لكن ده المكان اللي دخلته مدمرتي مصر اتنين مدمرة واحدة قدام المدخل واحدة ورا المدخل وفي حراسة بعد شوية غواصة في حراسة فرقاته المسميات دي مسميات عسكرية ما نفريش لكن عندنا أربع قطع بحرية في المجال البحري أغلقت هذا الممر الاستراتيجي في وجه الملاحة الإسرائيلية زهابا وعودة لمسافة تقترب من الأربع أشهر كادت إسرائيل أن تختنق لذلك لما حصل بعد كده مباحثات فضل الاشتباك إسرائيل كان عندها مطلبين أول مطلبين فتح باب المندب فتح باب المندب ثم الإفراج عن الأسرة مع الليجوشيشن يعني بقى فتح باب المندب والإفراج عن الأسرة الطيارين لكن في جميع الحالات فضل باب المندب طرف في الموضوع فده يعتبر نجاح كيف تقرأ الخريطة الاستراتيجية كيف تفكر والمدمرات ده راحت هنا إزاي؟ على ستر إنها رايحة باكستان عندنا مراكب قبل الحرب رايحة باكستان تعمل عمرة في باكستان فده خداع استراتيجي خداع استراتيجي واللاسلك مفتوح لاسلك القطع البحرية مفتوح وطلعوا من سفاجة راحوا بورس هدان توقفوا شوية ومن بورس هدان توجهوا يمين منهم مدمرة عدت باب المندب وراحة عدن كأنها مكملة في اتجاه ثم في المرحلة دي كنا 6 أكتوبر أعتقد الفج صدرت الأوامر الراجل فتح المصدرون رجعت في مكانها وقفت طبعا هنا الجزء البشري لو حضرتك القائد ومعاك المظروف المغلق اللي مكتوب فيه المهمة وعارف ان انت هتفتحيه الساعة 6 الصبح مثلا او يوم 6 الكريوسيت اللي عنده حضرتك يقديه ان انت عاوز تبص بصة في ايه اللي مكتوب هنا